اشتركوا في القناة على بركة الله وحفظه اعلنت انطلاقة الشوت التاسع الذي يحمل فئة الابكار يحمل نخبة من الابكار الاصائل من سن الصغار سن المفاجآت اذهب مباشرة واعلن عن البداية عن المركز الاول وحيشة هي من تنطلق باول المراكز لحمد بن سعيد بالحب العامري من يقدم وحيشة على المركز الاول تليها بثاني المراكز المختبر احمد بن علي بن واس من يقدم المختبر كما اخذ شوت بهذه الفترة الصباحية والمركز الثالث ارى الواصلة هنا دمعة محمد بن راشد بن مرخان من يقدم دمعة على المركز الثالث والمركز الرابع متابعين الكرام شعار بضبع ينطلق برابع المراكز ولكن اسماء متقدمة تحضر بهذه التحديات تحضر بهذه الانطلاقات الحيلانة هي الواصلة على الحيلانة اول حليانة على المركز الثالث لمحمد بن سالم بن محمد بضبيعة والمركز الثالث يا سلام يا نود محمد بن عتيج الاجتبي ولكن اختلط الحافل بالنابل تقدمت الأسماء في موقع واحد في منافسة واحدة في معركة واحدة يا سلام يا سلام وبن مرخان مع البداية بن مرخان مع المركز الأول ما أخذ درب التحدي ما أخذ المركز الأول دمعة الناموس دمعة التحدي دمعة التحديات دمعة الناموس على البداية لمحمد بن راشد بن مرخان من يقدم دمعة على المركز الأول ولكن أرى شيء قادم أرى المركز الثاني هنا القادم القادمة يا سلوم يا سلوم يا شاهن يا محمد بن مايد بن سالم الاشتفي ولكن بن مرخان بن مرخاني للأمام بن مرخاني هو صاحب الانتصار والعوايد لهلها سلام بن مرخان سلام سلام للمرة الثانية للمرة الثانية نقول سلام واسعد الله وصباحك بكل خير على فوز الحليانة بالمركز الأول المركز الثاني المركز الثاني مشاهدين الكرام المركز الثاني الحليانة محمد بن سالم بن محمد بضبيعة والمركز الثالث التوقيت الزمني المتابعين الكرام دقيقتان و16 ثانية تهانينة وانا موسبا مرخان على هذا الانتصال اشتركوا في القناة